صباح الخير كاملين معكم في دنيا يا دنيا وموضوعنا الطب بتحديدا للمرأة الحامل اليوم حددنا لكل ست عم بتفكر انها تسافر ولكنها حامل بغض النظر عن الشهر الفكرة السائدة ان هناك خوف على صحتها وصحة الجنين رح نعرف تفاصيل وصحة هلاء معلومة مع الدكتور خلدون الشريس سبع الخير دكتور حضرتك استشارة العطم وأطفال الأنابيب أهلا وسهلا بك في البداية الفكرة الشائعة انه يي انت حامل بدك تسافر بغض النظر هي اي شهر هناك تخويف ونوع من الخوف حتى عند السيدة الحامل قديش هاي المعلومة دقيقة صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم المعلومة هاي غير دقيقة ابدا لانه في معظم الاحيان لما تكون الحامل صحتها جيدة وحامله بجنين واحد مش بثنين او ثلاثة مثلا وما عندها مشاكل صحية ما في مشكلة ابدا ابدا من السفر بس احنا منقلق في الشهر الاخير او في الاسبوعين الاخيرين من الحمل لما يكون في احتمال ان الست ممكن تفوت في الطلق في اي لحظة فطبعا لا هي ولا شركة الطيران بدميها تفوت في الطلق وهي في الطيارة لان ما فيش الامكانيات والناس انهم يبالدوها بس بشكل عام ما بيأثر على الجنين ما بيأثر على احتمالات التسئيط لو شهر اول تاني تالت مثلا هدول اول ثلاثة شهر بيكون فيه نوع من خوف بثبات الحمل ما فيه خوف اطلاقا على السفر علامة من الطائرة بالضبط السفر في الطائرة ما بيزيد احتمالات الاجهاض هذا السؤال اللي بيزال منها نعم وكحكيت اللي اذا مثلا توقام او ثلاثة اطفال بيتغير موضوع الخوف اذا عم نحكي احنا على طفل واحد ما فيه مشكلة بس اذا فيه عدة اجنب بيكون فيه نوع من الخوف فيه عدة حالات احنا منقلق فيها على السفر مثلا السيد اللي عندها فقر شديد في الدم مثلا السيد اللي عندها مشاكل في الرئة او عندها مشاكل في القلب السيد اللي عندها نزيف او تهديد بالتنزيل او بالولاد المبكر حمل مشتابت السيدات اللي عندهم حمل متعدد لاجهنة حمل بثنين او بثلاثة مثلا هدول ممكن يولدوا مبكرا فهدول مثلا ما منقول لهم ما تسافروا بعد الشهر الثامن هدول ما تسافروا بعد الشهر السادس او السابع لأنه ممكن الولادة تصير مبكرة طيب دائماً لما نحكي عن سفر إحنا ليش الخوف أنه فيه بيصير اختلاف بالضغط الجوي فيه اختلاف بنسبة الأكسوجين هاي العوامل أبداً ما بتأثر لا على صحة الجنين أو على صحة الأم ما بتأثر بشكل عام يعني سبحان الله العلم متقدم لدرجة كبيرة أنه الطيارات الأيام هاي الواحد لما نكون راكب طيارة يمكن ما بيحس أنه راكب طيارة من قدمة الأجواء مهيئة هلأ كل ما علينا في الجو وكل ما قال للضغط الجوي وكل ما قال نسبة الأكسوجين في الدم هلأ الطيارات اللي بتطير على ارتفاع 31 ألف قدم أو 36 ألف قدم اللي هي الارتفاعات المعتادة للطياران التجاري بيكون كابينة الطيارة الضغط فيها زايدين وبطريقة صناعية عشان يواكب أو يماثل الضغط الموجود على الأرض فنسبة الأكسوجين في الدم بتقلي بنسبة من 5 إلى 10% والشخص الصحيح والستة الحامل اللي عندها صحتها كويسة وما عندها فقط دم أو مشاكل في التنفس ما بيأثر عليها أبدا أبدا تمام إذا بدنا نرجع على مرحلة ما قبل أنه نطلع على الطيارة في المطار نفسه مرات بيكون فيه أجهزة التفتيش بنخاف منها الإشعاعات بيكون فيه تأثير يعني أم مرات بشوف الستة الحامل بتحاول تتجنب حتى بالمولات بتحاول تتجنب أنها تمر تحت جهاز التفتيش قديش هاي الأمور ممكن تتأثر على الجنين المواضيع هي اندرست كتير لأنه مثل ما حضرتك عارفها هاي في كل العالم بالنسبة للمشاكل الأمنية لسوء الحظ موجودة في العالم فيه أجهزة التفتيش في المطارات وفي المولات وفي الأماكن الحكومية في العالم كله وفيه عدة أنواع من الأجهزة في الأجهزة الموجودة في بلادنا أكثر إشي هي كاشفات المعادن اللي هاي ما فيها أي إشعاع بيطلع هاي اللي منهم رؤتها ومسلا حطين الموبايل في جيبنا بتلاقي برن الجهاز لأنه معدن الموبايل أما هاي ما بتأثر أبدا هلا في مطارات أوروبا ومطارات أمريكا بالذات في أجهزة فيها أشعات اللي هي بتسوي البادي سكانرز اللي هي بتعطي صورة مجسمة للجسم علشان ما يفتشوا البني آدم علشان يطلعوا كل إشي شو موجود في الجيب ومسلا وهاي برضو أثبتت الدراسات العلمية إنه كمية الأشعة اللي بتطلع منها ضئيلة جدا 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 ولا تمثل أي خطر أبدا لا على الأم ولا على الجنين يعني هي كمية أشعة قليلة وكمان إحنا إذا بالمنطق يعني يدوب هي أقل من دقيقة مرورنا تحتها فبرضو أتوقع ما رأي يكون لها تأثير بزبط هذه النقطة مهمة جدا لأنه هاي يعني تعرف في حضرتك في الجو في أشعات الشمس مثلا بتطلع أشعة يعني لما تمرئ تحت الجهاز هذا لمدة ثواني مثلا معدودة كأنك عادت بالشمس في جنين لمدة ساعة نفس الأشعة اللي بتخديها ونحن ما منقول لست ما تعد في جنين لمدة ساعة عشان تتأثري فما إلها تأثير أبدا فيما يتعلق دكتور بمرات بيكون فيه سياسة لشركة الطيران أنه ستة الحامل بهذا الشهر ممنوع أنه يكون تكون علامتنا الطائرة شي سبب وجود هاي السروط وهل فقط السبب الوحيد هو الخوف من الولادة علامتنا الطائرة سؤال حلو لأنه السياسة بتفرق من شركة لشركة فالستة أكتر إشي بداية أنها تكون ناوي تسافر وتطلع على المطار ويرجعوها فإحنا بنقول لها أول إشي يسأل الشركة بشكل عام شو سياستها ولكن بشكل عام هم بيمنعوا السفر بعد الأسبوع ستة وثلاثين أو بعد نهاية الشهر الثامن على بداية شهر التاسع لأنهم بيقلقوا أنه يكون فيه ولادة علامتنا الطائرة والطيارة طائرة الإشي التاني بيطلبوا في العادة رسالة من الطبيب وهي رسالة سهرية كل الأطباء بيكتبوها أنه بيحكي أنه السيدة قدي مدة حملها وشو اليوم المتوقع للولادة وأنه ما فيه مانع طبي من سفرها بالطائرة فهم لما بيشوفوا الرسالة وبيعرفوا أنها ما مرأت من الأسبوع السادس والثلاثين وأنه ما فيه مانع طبي بسفروها وأحيانا أخرى بتكون السيدة بتاخد أدوية معينة يمكن تطليع الأدوية هيا على الطيارة من نواحي الأمنية بيكون صعب إلا لو محى رسالة من الطبيب أو من المركز الصحي فمهم جدا أنه الرسالة هي تاخدها محى عشان يكون سفرها ما فيه مشاكل أبدا نعم بشكل عام نحن عم نحكي أنه الموضوع سهل السفر مسموح ما عدا حالات معينة بالحمل أو إذا اقترضنا إحنا من موعد الولادة اللي هو بعد الأسبوع ستة وثلاثين سهل جدا لدرجة إحنا ما تيجي الست بالذات مع حامل في الطفل الأول بتقول أنا جوزي مسافر ومش هسافر معه لأني أنا حامل بقول لا إلحق يسافر معه بكرة لما تولد ويجي البيبي مش هتقدر يسافر هتنبطي يعني هلأ الفرصة طب إذا بدنا نخصص أكتر حالات أنت كطبيب بتكون في حالات خاصة يعني للحمل مش ثابت أو استد صحيا ما بتنصح هنرجع نأكد على شو الحالات الطبيية اللي يمنع فيها السفر سؤال حلو يعني أبما أحكي على الحالات هاي حب أحكي على أنه القلق الرئيسي من السفر اللي بنطلب منه أنه يكون فيه احتياطات أخرى أنه يصير فيه تجلطات في الأوعي الدموية في الإجرين هلأ إحنا عارفين لما منسافر كلنا سافرنا بتكون قاعدة بالطيارة تعود مدة طويلة بيكون فيه جفاف في الجو فبتقل كمية سوائل في الجسم فالجفاف وعدم الحركة بالإضافة للحمل بيزيد بنسبة ضئيلة جدا احتمال وجود تجلطات في الإجرين خلال الرحلة فإحنا بنحكي للسيد أولا حاولي تعود جنب الممر مش جنب الشباك أو في النص تقدر تتحرك بالظبط كل نص ساعة تقريبا تقوم تحرك لمدة خمس ثواني عشر ثواني بس تحرك ما تظلها مثلا المسافر من هون لأمريكا مثلا 12 ساعة هذا خطر جدا جدا عليها أكثر من شرب السوائل عشان تمنع الجفاف والسوائل هاي بنعتبرها زي المي والعصائر أما القهوة والشاي والمشروبات الغازية هاي بدر للبولفة بتقلل كمية المي في الجسم ما بتزيدها وسوي التمارين الرياضي اللي بالمشط الإجر اللي بيحكوا عليها في النشرة اللي بتكون في موجودة خلال الطيارة فالنصائح البسيطة جدا هاي مهمة جدا وبالذات إنه في آخر الرحلة الإجر حتورم شوي أي حدا وبالذات في الحوم فبنحكي لها إنه حاولي تلبسي حذاء مش ديء كتير لأنه مش هتقدر يتلبسي على آخر الرحلة إشي واسع شوي لازم إشي موريح طب إذا عم نحكي مثلا بالوضع الطبيعي ما في مشكلة من السفر لكن إذا كانت مثلا ساعات السفر مثلا إذا على أمريكا أكثر من عشر ساعات فيه خوف بتمنع في بعض الحالات ولا برضو على نفس القاعدة عمليشي على نفس القاعدة ولكن الموضوع الرئيسي إنه هو كل ما زادت ساعات السفر بسموها long haul flights اللي بتكون أكتر من أربع خمس ساعات بنقلق أكتر على موضوع التجلطات فمن الصحة تاخد النصائح هاي أكتر تمام طيب نصيحة أخيرة دكتور لكل ست حامل إذا ما عندها مشاكل طب منها إنه السفر آمن جدا استشيري طبيبك قبل ما تروحي على المطار وخدي رسالة من الطبيب أو الطبيبة واستمتع بسفر نعم تذكر فيه شغل مرات الست الحامل بتاخد أدوية معينة أو مرات بتعاني من خصوصا بالأشهر الأولى من لوحام أو مشاكل معدل العيان تنصحها تاخد أدوية معينة خلال السفر؟ نعم ننصحها بالذات سيدي في أول تلت شهور لما بتعاني من القيء والغثيان هذا بزيد في الطيارة لأنه بصير تمدد للسوائل مع قلة الضغط الجوي فمنقولها يعني يخدي الدواء قبل ما تركب الطيارة عشان تكون رحلتك مريحة أكثر شكرا لك دكتور خلدون الشريف استشاري العقم وأطفال الأنبيب شكرا لحضورك